أكدت سلطنة عمان أن القطاعات المصرفية في المنطقة أثبتت خلال الفترة الماضية صلبتها وقدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية التي واجهتها في الآوينة الأخيرة جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أمام الاجتماع الثالث والسبعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط لبحث الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس وأشار إلى نجاح القطاعات المصرفية في المنطقة في القيام بدورها على أتم وجه في الحفاظ على جاذبيتها كأوعية للمدخرات المحلية وتوفير التمويل اللازم للقطاعين الخاص والحكومي أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي افتتاح مشروع لترميم مرافق المياه والأبار في مدينة جاريسا في كينيا بالتعاون مع الصليب الأحمر الكيني لمساعدة المتضرنين من أزمة الجفاف وقال موفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى كينيا الدكتور مساعد العنزي في تصريح نقله بيان للجمعية إن مشروع ترميم مرافق المياه والأبار في هذه المدينة يهدف لدعم أكثر من 17 ألف شخص في المناطق التي تضررت من أزمة الجفاف ترجمة نانسي قنقر